أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيانت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادات ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بصف الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بالجميع حديث وإياكم اليوم بعنوان ملتقطات من كتاب ملتقطات العويد بختار لكم الليلة والليالي الجاية بإذن الله بعض الملتقطات من كتاب ملتقطات العويد الذي سيطبع قريبا إن شاء الله وهي فوائد قليلة غير مرتبة جمعت من العديد من المصادر المقرؤة والمسموعة ومن برامجي أيضا وما راح أجب كل شيء لا تخافون كان أحد السلف يدعو اللهم إني أسألك أن أموت ميتة حسنة فسئل عنها فقال أن أموت وأنا ساجد فمات وهو ساجد الله يرزقنا وإياكم ميتة حسنة ضج الناس في عهد سليمان بن عبد الملك لما سمعوا صوت الرعد وعمر بن عبد العزيز يبتسم قيل له كيف تبتسم قال هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه سأل رجل بايع كتب هل قرأت كل هذه الكتب قال لا قال كيف تبيع شيئا لم تقرأه قال وهل الصيدلاني يجرب كل الأدوية قال ابن جبير وهو في القرن السادس وأهل القاهرة والإسكندرية ينامون في النهار ويقضون حوائجهم في الليل أكيد ما مر ثمامة في الرياض رمى المتوكل عصفورا فأخطأ فقال ابن حمدون أحسنت يا أمير المؤمنين قال اعتهزوا بي قال أحسنت إلى العصفور قال أعطوه سره في كشمير شجرة اسمها سوي من حكها وجد حرارة شديدة في يده بعض المعلمين هناك يستخدمها في معاقبة الطلاب في رحلة للحج مر الشيخ الزبير سعد الربيعه بحايل قال والغريب لم أرى فيها شحاذا واحدا وهذه سجية لا توجد في بلد من بلاد الله المخلدون لقب يطلق على أعضاء المجلس العلم الفرنسي الذي تأسس في سنة 1635 لأن الواحد لا يدع منصبه حتى يموت مطار صبيحة في اسطنبول نسبة إلى صبيحة جوكشين التي توفيت في سنة 2001 من الميلاد هي أول امرأة تركية تقود طائرة في أندونيسيا إذا تزوجت المرأة فإن أخاها ملزم بمساعدة زوج أخته بل ويساعد ابنتها إذا أرادت الزواج بكت عجوز لوفاة جار لها فلما سئلت عن ذلك قالت جاورنا وكلنا تحل له الصدقة ومات وكلنا تجب عليه الزكاة قبيلة يام تعرف في الجاهلية بقتلة جبانها لأنه ولد فيهم رجل جبان فأقسموا أن لا يولد له ولد فقتلوه لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم وكم يصبر المشتاق عن من يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم اشتركوا في القناة المترجم للقناة